اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن ذكر الشهداء في السابع عشر من ديسمبر دليل واضح ومؤكد على مكانة الشهداء في مملكة البحرين وتضحياتهم تجاه وطنهم وأمتهم ودفاعا عن الحق مشيرا سموه إلى أن الاحتفاء بيوم الشهداء هو عرفانا من المملكة بمكانتهم فهم ضحوا بأنفسهم وروحهم في سبيل كرامة وحرية أبناء المملكة ودفاعا عن الحق والعدل وتكريما للشهداء الخالدين لتظل دماؤهم الزكية منارة للأجيال وصفحة ناصعة في تاريخ الوطن وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد أن يوم السابع عشر من ديسمبر يعد مصدر فخر واعتزاز تقديرا ووفاءا لما قدموه شهداء المملكة من تضحيات جسام حتى بدلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء واجبهم الوطني في المحافظة على أمن واستقرار دولتهم في الداخل والخارج وسيبقى هذا اليوم مخلدا جيلا بعد جيل لتبيان حجم تضحيات ومدى التقدير وضف سموه أن يوم الشهيد هو يوم للوطن وهو يوم رد للجميل وأهله وفرصة للتعبير عن الترابط بين جميع أبناء الشعب البحريني الذي لا ينسى شهداء الوطن سائلا سموه الله أن يتغمد هؤلاء الجنود البواسل بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيع جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان